تخيلوا مدينتكم وتخيلوا فيها أصعب شارع تستطيعوا تسوقوا فيه كل بساطة، فضعوا في الشارع فراري هذا هو وضع الفيجن برو في وضعنا الحالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحكم فيصل السيف وعندما نتحدث عن سيارة فراري أو لمبرغيني عندما نضعها في شارع صعب القيادة فيه سنعرف أن السيارة مرة من بهرين فيها ولكن لا نستطيع أن نجربها بشكل صحيح هذا الوضع الحالي مع الفيجن برو بحكم أكثر من 12 سنة في تجربة نظارات الفي آر على المنظومة الحالية التي أطلقوها فيها هنا تقنيات جداً متقدمة وبإذن أحد أخبركم هل هي مناسبة لكم أو لا؟ لأن هناك ناس نعم تنفعلهم حتى لو كانت بهذا السعر وأيضاً من وقت ما طلعت إلى الحين لماذا الحين المراجعة؟ لأسباب كثيرة منها التحديثات التي حصلت على النظارة منها تحديث 1.1 الخاص بالفيجن أو اس الذي جاء مع نفس هذه النظارة وبالفعل فرق بأشياء جيدة ونظارات الواقع الافتراضي و الممزوج و ماذا لا تريد أن تسموها دعونا نتحدث عن هذا الفيديو من ناحية نظارة أبل التي قدمت تقنيات جديدة في هذا المجال لم تسبقها أحد قبل ذلك ولكن أيضاً لم تجد أشياء خارقة لتجعلهم أفضل نظارة واقع ممزوج أبداً لم تقدموا هذا الشيء بشكل كامل كمنظومة قدمواه كتكنولوجيا في النظارة نفسها ولكن لم تقدموا في هذه المنظومة التي تسورف عليها والشارع دعونا نظارة جزء جزء وأبدأ أول شيء بالبناء والتصميم بصراحة التصميم حقها نوعاً ما مستقبلي بوجود الشاشة الأمامية المنحنية هذه الشاشة التي أول مرة موجودة في هذا المجال بالدقة التي قدمتها أبل في الفيجين برو أضيف إلى ذلك أن هذه الشاشة الأمامية بالإمكان أن تجعلكم نوعاً ما عايشين الجو الذي حولكم و الذي حولكم ما ينفروا منكم روام حجم النظارة الكبير فهذا الأمر يجعلها بالفعل متميزة من ناحية التصميم الخارجي والشكل وهناك هندسة جداً عالية في الكثير من القطع وهذا المستراب العادي الموجود في النظارة وهذا المستراب مجرد طريقة الإغلاق والفتحه الشد والرخي ستجدون أنه بالفعل يحس هندسة جداً رائعة في التصميم عندما نأتي إلى المواد المستخدمة في التصنيع كعادة أبل هذه فئة برو، بريميوم، عليا نعرف أن المواد المستخدمها في التصنيع جداً ممتازة والكواليتي حقتها بصراحة مرة كويسة كونها تتفكك لأكثر من جزء؟ دعنا نقول أن هذه النظارة ستقدر تعدل فيها وسيكون استثمار جيداً والقطعة ستستمر إلا الواجهة الأمامية هذه الموجودة أو القطعة الأمامية والتي فيها العتاد الأساسي من معالج الـ R1 و M2 والمعالجات التي قامواها الخاصة في هذه المنظومة وسأأتي إلى القطعة الداخلية ولكن أكمل مع الشكل الخارجي النظارة مناسبة جداً لأكثر المستخدمين لأكثر إحجام الوجيه مجموعة من الناس كبيرة جربوا النظارة عندي النظارتين سوا جربناهم فلقينا أنه دائماً نحس أنه النظارة تكون رائقة كويسة الوزن نعم توقعت أنه شيء مرة صعب ولكن مع استخدام الساعتين ثلاثة الوزن أبداً ما هو بالعايق الجداً كبير إلا عاد إذا عندكم العضلات يريد لكم تلعب رياضة ولما نتكلم على وجود السماعات الخارجية فمن ناحية التصميم توقعت أيضاً أنه سيكون شيء مزعج ولكن الصوت الذي يظهر منها مرة جيدة نعم لن تكون بخصوصية جداً كاملة ولكن لذلك ينصح بأن تستخدم معها الـ Airpods التي تدعم نفس هذه النظارات بحيث للمنظومة تكون جداً متكاملة فالصوت يوجد خصوصية وما تراه فيه خصوصية وتكون تعيش الوضع صح ولكن من يمكن أن يضع البطارية هذه الخارجة بحجمها وكيبلها المستدامة هناك نظارات التي قدرت تستغني عن هذا الموضوع وليس لن أدخل في المقارنة ولكن هذه البطارية تعطي شيء مختلف كون أنها تعطي 13 فولت و 6 أمبير وهذا القدر من الطاقة لم ترى على النظارات قبل ذلك إلا بعض النظارات التي وصولها في الكمبيوتر وكانت تأخذ إلى 24 فولت ولكن النظارات تحتاج هذا القدر من الطاقة أشعر أن وضع هذه البطارية خارجياً واعتمادها على أي مصدر يوس بي طايب سي لتشحن أو تعطيكم تجربة ممتدة بحكم أن الطاقة مختلفة التي تعمل فيها كثير من القطع الموجودة هنا وقد تأتي منها الـ Spatial Computing Power قدرة الحوسبة المكانية هذه المصطلح التي لم ترى أبل هي شركة HP بالشراكة مع ويندوز من سنوات في نظارة HP 1440 Spatial Computing ويظل أن هذه المنظومة مختلفة وتعتبر في وقتنا الحالي هذه المنظومة نوعاً ما أحسن من هنا من القطع الخارجي ننتقل للعتاد العتاد هو شيء جداً بطل في هذه النظارة سابق زمنه بشكل كبير فلما نتحدث عن الشاشة ثلاثية الأبعاد الداخلية من المايكرو أوليد التي تعطي 7.5 مايكرو بيكسل بيتش وتعطي بعد طيفي للألوان DCI-P3 بنسبة 92% وتعطي حوالي 23 مليون بيكسل وتعطي إنعاش لنفس الشاشة 90 أو 96 أو 100 وهذا الأمر يكون جداً رائق للعيون ومختلف الأشياء التي تعرض للعين أضيف إلى ذلك أن عرض المحتوى تستطيع أن نقول مضاعفات الأربع وعشرين ومضاعفات الثلاثين وهذا أمر جداً حسن أيضاً عندما نتحدث عن معالج الـ R1 الذي موجود سيعطي قدرة جداً كويسة لنظارات ومنظومة VR وAR ومعالج الـ M2 بالأنوية الثمانية سيعطي أداء جداً قوي لا ننسى أن 8 أنوية للـ CPU 10 أنوية للـ GPU 16 نواة مخصصة للمعالجة العصبية Neural Engine ولا ننسى أيضاً وجود قدر كبير من التقنيات الداخلية بالذات عندما نتحدث عن الحساسات وعندنا الحساسات منتشرة برى النظارة وداخل النظارة مسرودة أمامكم ولكن للتوضيح في فرق استشعرت بهذه العدسات أدق نظارة مرت علي في متابعة العين هي هذه النظارة تجربة مختلفة في البداية أنكم نطالعوا الشيء داخل النظارة بدون أن تحركوا يدينكم وهذا الشيء هو الذي يصبح له هاي لايت هو الذي يكون جاهز لكم لاختياره أو التفاعل معه الدقة حقتها جداً ممتازة من هذا النوع ولكن في مكان مثل المكان لنا فيه موجود في الكهف في هذه الزاوية التي فيها كثير من إضاءات نلاحظ أن هناك قليل خلق تجربة الطيارة التي سويتها نلاحظ أن الحساسات في الطيارة ليس دائماً تستطيع التواكب مع سرعة الطيارة وارتفاع الذي موجود فيه أيضاً أضيفه إلى ذلك أنه يكمل الحساسات مع دقة العالية توقع هي التي رفعت السعر بشكل كبير دعونا نوضح نظرات الباقية التي موجودة في VR والAR موجود مثل الكنترولر تحت مثل العصات التحكم التي من خلالها تستطيع تضبط البعد البؤري الخاص فيكم هنا بشكل تلقائي التقنية التي تستخدمينها بحيث أن ضغطة زر مطولة تجعل البعد البؤري يضبط شيء بطل بصراحة يسهل الموضوع ولكن هل يمكن أن يستاهل مبلغ مئات الدولارات إضافة على السعر؟ لا نعم ومن باب الحق ترى مرة رائعة كتقنية في تضبيط البعد البؤري الدقة حقتها مرة جيدة يظلم، المجال الحساسات وارجع لها ليس بالمجال الذي تتوقعه جداً ضخم نعم، يجب أن تتحكموا واليد أمامكم باينة ولكن القائمة الموجودة ليس ببساطة تسحبها من فوق للتحت كما كثيراً ما تضبطوها من صناع المحتوى لا، يجب أن ترفع القائمة نفس القائمة برفع اليد أيضاً بحيث أن اليد تبقى مع مجال الرؤية حساسات والكاميرات التي موجودة تستطيع التفاعل معها وللتأكيد أيضاً ترى موضوع استخدام اليد في التحكم ليس بشيء جديد موجود في نظارات كثيرة ومن اللي أبدعوا فيه هو من نظارات الكويست في سلسلتها الثانية والثالثة والذي صار أمر جداً طبيعي استخدام اليدين الدقة جيدة إلى حد ما نعم أعطيها الثمانين خمسة ثمانين في المئة على التجارب اللي سويتها ولكن ليس بذلك الشيء الخرافي لأنه إلى الحين يوجد اعتماد على المكانية بل لوحة المفاتيح هنا أضغطها هذا شيء طبيعي، لا يعتمد على حساسات كثيرة هي لوحة مفاتيح وين جالس بها على أي مفتاح تصوير الفيديو ببعد الفرست برسون فيو الذي هو منظور الشخص الأول شيء مره رائع في الكاميرا نستطيع أن تصوروا محتوى فيديو وهذا الأمر نشر النظارة بشكل كبير دعنا نصنع محتوى بكل سهولة سواء من مسألة تسجيل هذا المنظر أو حتى وجود تسجيل شاشة داخلي في نفس النظارة فنقدر أن نقول أن حركات السوفتوير التي وصلت لها جداً ممتازة لنقل التجربة للنظارة مسألة انعكاس المحتوى لشاشة خارجية فأنتم تشاهدون محتوى بداخل النظارة وفي ناس لاسلكية تشاهدون على شاشة خارجية لا بد أن تكون المنظومة موحدة لأبل لكن التجربة بصراحة مرة جيدة أمر موجود في بعض النظارات ولكن يحتاج أكثر من خطوة هنا مرة بسيطة لأن منظومة الأبل والإيكو سيستم موجودة كأنظمة وإير دروب وإير كاست وكلها وميرورينج وكل شيء كل شيء سوأت أبل والسوفتوير بنسخة الأخيرة هو الواحد فاصلة واحد هذا السوفتوير عدى الأمور نتحدث عن البرسونا وهو عيونكم التي تبان من الخارج وتعطي المنظر وإيحاء لأي حولكم وأنكم تتفاعلوا معهم إعداد البرسونا صار أدق من أول وجود صورة أوضح في الشاشة الأمامية من أول أضيفه إلى ذلك كم التجارب الداخلية الموجودة ما زال جداً جيداً النظارة عندما أأتي الآن للاستخدام الفعلي كم التطبيقات الموجودة فيها أعتبره متواضع هو الشارع الذي أخبرت عليه لا يوجد تخديم الكثير من نقطة إلى نقطة تجارب مبهرة لمن لم يستخدم نظارة AR VR تعتبر تجارب جيدة جداً لمن يستخدمهم ويشاهد أن جودة أبل غير أي جودة وبالفعل شيء واضح ولكن عندما نتحدث عن هل هذه التجارب تجعلكم تستمروا في استخدام النظارة لشهر شهرين ثلاثة وأنتم مستمتعين ستجدوا أن هناك نقص في المحتوى أبل أيضاً طرحت في متجر النظارة كون أنه كل أسبوع يتحدث عن هذا الأسبوع في النظارة تجارب ممتازة وتجارب نوعاً ما أشاهدها خجولة خجولة جداً كون أنها انعكاس لآيباد أو انعكاس للعبة آيفون أو تجربة تطبيق آيفون في نفس النظارة ليس هذا المطلوب لكن هناك تجارب جداً بطلة وقوية تجارب مثل أن تدخلوا داخل القلب تجارب بأن ترى الديناسورات حولكم تحاول تقرب عليكم تجارب بأن تبدأوا تلعبوا ألعاب تفاعلية مع الذي حولكم لو استخدمتم نظارة أو حتى اثنين في نفس الوقت الاجتماعات وتطبيق زوم عندما دعم بشكل مجاني وصار موجود في هذه النظارة للتفاعل مع الذي حولكم أضيف إلى ذلك تجارب عملية وعلمية وتعليمية جداً كويسة علمية وتعليمية ومشي ما لا تضبط المهم فهمتوا عليك تجارب مرة كويسة للتعليم للاستفادة تخيلوا معي مصنع يريد أن يدرب مجموعة من الموظفين وعندهم قدر جداً كبير من الاستثمار ويضعوه في كل تجربة تدريب ماذا لو تفعلوا تجربة التدريب تفاعلية داخل النظارة ويجعلوا أي شخص يتمم هذه التدريب وفتكينها تجارب تجارب في معرض ليب من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عندما يدربوا موظفين الجمارك على كيف التعامل مع السيارات وتفتيشها ويقوموا بتجربة في النظارات من الفايف فما بالكم عندما تكون بالدقة الموجودة هنا في نفس الفيجين برو وبالجودة الموجودة كم التدريب الذي يحدث للمئات الموظفين وهم في مدينتهم ومكانهم يذهبون لمنطقة فعلياً في أرض الواقع ويجربونها ويجربونها في نظارات الواقع الافتراضي والمعزز والممزوج تموها ما سميتوها؟ المجالين الأشهر في نفس هذا النوع من النظارات VR و AR Virtual Reality و Augmented Reality Virtual Reality هو الواقع الافتراضي هنا تنتقل للمكان ثاني افتراضي بالكامل هذا المكان الذي تنتقل له يعطيكم تجربة وتفاعل يبعدكم عن المكان الذي موجود فيه حالياً أو يعطيكم شيء مماثل له نتحدث عن AR الذي هو Augmented Reality الواقع المعزز أو Mixed Reality الواقع الممزوج أو Special Computer في حالتنا نتحدث عن أن نفس واقعنا يعزز بمحتوى لذلك مصر أن هذه النظارة هي AR VR هناك تجارب كثيراً و هناك تجارب كثيراً وتجارب الواقع الممزوج جداً رائعة وتجارب العزلة جداً كويسة ولكن لدي عتب على أبل كل نظارات الواقع الافتراضية وأكثرها التي جربتها خلال السنين هناك كم جميل من الاحترافية في توضيح الاستخدام وهذا الشيء موجود إلى نقطة كم الاستخدام في نظارة أبل لا يطلع لي تنبيهات كثيرة مع شراء النظارة أن تأخذ لك برايكات لا تقعد عليها وقت طويل لا تستخدمها أكثر من ساعة لا تستخدمها أكثر من نص ساعة لم يكن هناك تنبيهات أن لا يجب أن أقنن الاستخدام بالذات مع بداية التجربة وهذا موضوع مهم وتسووه مع كل نظارة من هذا النوع بحيث أنكم تأهلوا دماغكم وعيونكم لهذه التجربة ويحدث لا يوجد حالات صداع كثيرة ولا حالات غثيان كثيرة ولا يحدث عند أبل نسترجى النظارة كثيرة هذا الجزء دائما كنت أرى في كثير من المحتوى بل أيضا من تطبيق إلى التطبيق يقول لكم برايكات ريح البطارية كعتاد تجعلكم تستخدموا من ساعة ونصف إلى ثلاث ساعات كتجربة غامرة ولكن لديها منفذ شحن فعادي الواحد يقول نفسه أنه يشحنها طبيعي فهنا هناك عتب لا بد أن نوضح الجانب الصحي وممتاز أنهم وضحوا أن هذه النظارات لثلاث عشر سنة وما فوق لا تنفع لمن هم تحت هذا العمر تلعب براسهم رأيت أطفالهم براسهم هذا النوع من النظارات هناك بعض التجارب وأخذت منهم أيام وأسابيع على أساس أنهم يشيلوا الذاكرة اللي جتهم من هذه النظارة والتجارب التي كان فيها رعب لا بد أن يكون هناك إشراف رسمي مع التعامل مع هذه النظارات بالذات مع المراهقين لكي نعرف أن التجارب التي موجودة هنا بحس الخصوصية العالي تكون تجارب آمنة لهم أيضاً لا تكون تجارب سيئة منظومة أبل عظيمة في مسألة الحوكمة والحوكمة الأبوية ستأتي هنا إن شاء الله لا أعرف أين الحوكم العبوية في هذه النظارة يظل يستمر أن هذه النظارة تعتبر تقنياً شيئاً جيداً هذه النظارة مناسبة إذا جربتم عالم AR و VR وتريد أن تبدأ تطور محتوى وتجارب أو تريد كم الترفيه التي تريدونها في هذه النظارة لا يوجد مشكلة في مسألة المطلب المالي حوالي ١٥ ألف ريال لكي تكون متوفرة لا يوجد مشكلة بأن يكون لديكم حساب أمريكي ومتطلبات أساسية كون أن النظارة لم تتوفرت لديكم هنا بشكل رسمي لا يوجد مشكلة أيضاً تدفع ٥٠٠٠ دولار إضافية لنظام أبل كير أو خدمة أبل كير والرعاية للنظارة قد يكون لديكم أمور عادية تشتروا كسسوارات ١٢٠٢ دولار الفكرة بحين وضحت لكم هذه النظارة مين تناسب وأيضاً خسرت لكي تضبط الموضوع لكن هناك أشخاص لا تناسبهم النظارة دعونا نبدأ مجال التعليم لا يناسبهم أبداً للنظارة هذه إذا لم يكن هناك مجال المطورين مجال التدريب لا تنفعهم النظارة بالذات نتكلم على حشاشة الجزئية الخارجية وتعرضها للكسر بكل سهولة إلا إذا كانوا من المطورين عندما نتكلم على مجال الترفيه النظارة تعتبر جداً جيدة له ولكن أبداً لا يوجد الكمة الضخمة الذي يجعل محتوى بأوقات ممتدة على هذه النظارة التي قد تزعج وتععب جسمكم مع مرور الساعات على النظارة عندما نتكلم على الأشخاص الذين لم يجربوا الـ AR و VR أنصح ببداء الأخرى من سعر 200 إلى 300 إلى 400 دولار توفروا فيها نتكلم على أكثر من 3000 دولار جربوا هذه وراءوا منظومتها ومن ثم قيموا إذا تعيشوا شيء مثل هذه النظارة الذي رأيته في الشوارع من الناس تتمشى وترى النظارة وتضغط فيها أمر غير واقعي بشكل كبير لأن مكانية واللحظية النظارة مربوطة في نفس المكان الذي تستخدمها من يوم تخرج من هذا المكان ستجد النوافذ والأشياء بعد التعنق إلا إذا كانت تجربة تفاعلية ولكن ليس بالسرعة للناس ترونها في الفيديوهات هذه النظارة تصنع من خلالها محتوى مثل العسل عادي وليس لديك مشكلة، هي جاذبة وتعرف الناس أن هناك مجال جيداً جيداً لها لا نزل لها أكسسوارات كثيرة على عكس كل النظارات الواقعة والإفتراضي المشهورة التي ينزل لها كم جميل من الأكسسوارات منظومة هل هي مغلقة لسه من أبل؟ لا أسمحوا لأن الناس تصنع أشياء كثيرة أو لا؟ لا أدري، يغلب عليها السعر العادي وهي مناسبة للمطورين التجارب العادية أبداً لا نصح فيها مع النظارة لأنه إذا جاءتوا هذه اللمبرغيني وضعتوها في الشارع الضيق ستقولوا أن تتفرجوا عليها وطلبوها كل يوم لا يوجد شيء أخرى مع اللمبرغيني إلا أن تحاولوا أن ترون شارع كويس ومنظومة ثانية تضعوا السيارة فيها منظومات الثانية أين وصلت؟ منظومات الثانية وصلت أن يكون هناك ألعاب بالآلاف يكون هناك تطبيقات للترفيه أو للتعلم أو للتدريب أو حتى لإتمام الأعمال بالمئات إذا ليس بالآلاف للمنظومات الثانية صارت النظارة تعتمد على الجوال على أساس يتمم الإعدادات وتستخدموا النظارة بكل فردية بدون أي تدخل جهاز ثاني وأيضاً هذه النظارة تخدمكم على منظومة الويندوز ويمديكم تشبكوها بكيبل وتستخدموها مع منصة ستيم VR وتستخدموها مع منصات أخرى بحيث أن تستفيدوا من كامل التجارب الموجودة فالمنظومات الأخرى أعطت أكثر بالذات لمحبين الكمبيوترات والبي سي وأيضاً أنظمة الأندرويد وذلك نعرف أن أبل دخلت هذا المجال وقامت ديسروبشن وقامت زعزعة لمجال VR بيّنت قوتها ومتى يكون الوقت الصحيح أن أبل تنتشر بشكل كبير؟ توقع خلال سنة أو سنة ونصف تزيد التطبيقات ونزل نظارات بسعر أفضل وأقرب لأكثر المستخدمين وبالتأكيد يكون هناك تفاعل واضح ما بين هذه النظارة ونظارات أخرى عندما يأتي التفاعل قد يكون هناك ديسروبشن جداً عالي هناك متبانيين ومستخدمين بالملايين لبعض النظارات الأخرى ولكن هنا لم يصلنا إلى هذا الرقم وكان أبل قدرت تفاعل هذا التفاعل وتكسر كثير من قواعد اللعبة وكالعادة تكون هي بيزنس ديسروبتور تغرب نفس الأعمال نظارة أبل فيجين برو واحدة من أجمل التجارب التي جاءت في عام 2024 وأتوقع أن النظارة بإذن الله لها نجاح جداً ضخم مستقبلاً وحالياً أمورها طيبة الله يا رب يعلمين ياسرها نهاية الفيديو وكل فيديو مع الكمل الكبير من التجارب التي موجودة في هذا الفيديو أول شيء لا بد أن تقيموا احتياجاتكم قبل أي شيء نظارة أنا بنفسي شعريها ونأتي بها أساساً أقول لكم التجرة وأستمر في استخدامها سيناء يأتي ببالي أقارنها أم لا أقارنها وإذا قارنتها مع نظارات أخرى ما الذي يبقى لكم؟ سبحانك الله وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت أستغفر كاتو بريك شكراً لكم على خير بدنا الله